أفلت شمس الثامن من يناير ولم تعلن القوائم النهائية للأسرى وهو اليوم المحدد لإعلانها للبدء بالترتيب لعملية نقل الأسرى والمختطفين عبر مطاري صنعاء وسيئون كما تم تحديده برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفاؤل نعلن رئيس لجنة الأسرى في الوفد الحكومي المفاوض هادي هيج تحديد الموعد لكنه من جديد عاد محبطا شاكيا من رفض ميليشي الحوثي الإفادة عن 232 من الأسرى والمختطفين الذين تحتجزهم لديها احتجاج حكومي رسميا إلى الأمم المتحدة بشأن سلوك الميليشيا وتعاملها من إجراءات تنفيذ الاتفاقات التلكؤ والمماطلة شفرة الحوثيين لإفشال أي اتفاق والتنصل من أي تعهدات هذه المرة دفعت مماطلتهم لتأجيل البدء بترتيبات نقل الأسرى إلى أجل غير معلوم نكوس وخرق الحوثي يضع مخرجات اتفاق السويد على المحاك وينذر بانهيار جسر الثقة الذي تحاول الأمم المتحدة ترميمه لتحقيق تقدم في ملف المشاورات ما زلنا نتابع هذه القضية تم الرد علينا بكلام من أنتم؟ من أنتم؟ هكذا تم الرد من قبل مكتب المبعوث الأممي على رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا حينما طلبت لقاء بالمبعوث الأممي والرابطة تمثل ثلاثة آلاف مختطف لدى الحوثيين بتوكيلات رسمية من المختطفين تبدل رابطة انزعاجها من تجاهل مكتب المبعوث الأممي وتؤكد معرفتها بمكان وسجن كل مختطف أنكره الحوثيون في القوائم يرى مراقبون أن فشل الأمم المتحدة في اختبار ملف الأسر الإنساني كفيل بمعرفة مصير الملفات والاتفاقيات الأخرى السياسية والعسكرية الأكثر تعقيدا وهو اختبار عملي لكشف نوايا الحوثيين للمجتمع الدولي وموقفهم من بناء الثقة وتحقيق السلام في اليمن كما يرى حقوقيون أن توقف ملف الأسر عند نقطة ما بعد تسليم القوائم الحكومية يعرض حياة الأسر خلف القضبان وأسرهم للخطر من ممارسات بنيش الحوثي